السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم معنا في فيديو جديد اليوم ان شاء الله سوف نصور لكم الغولف الغولف هو منتجه سياحي يتواجه في طريقة سعيدية يعني في الخروجة الوجداء فوق القنطة وديسلي منتجه كما قلت لكم فيه الكثير من المرافق اليوم سوف نصور الحي ما تمكنش بس نصوروا لحقاش الناس دي الرجال الامر الخاص او للي سيكيريتي اللي في ذاك الحي كي منعوه اي واحد يدخل ماشي من السكان كان احترموهم وكان قدروهم ولا الخدمة ديالهم هذيك وتحية كبيرة الناس دياللي سيكيريتي فينما كانوا سواء في الاقامات الخاصة او الشركات او في القطاع العمومي يعني هذي الفئة رخص اعادة النظر في طريقة باش يخدموا التامان ديالهم يعني راح يجيناه دو عدد الموضوع رخصوا حلقات رخ غالبا دي هذي الناس دي سيكيريتي يخدموا 12 ساعة ماشي 8 سوية وقليل لي كيوصل لحد الأدنى للأجر يعني السميك اللي كيف المغرب اللي هو الفين وثمينمائة درهم رخ غالبا هذي الناس دياللي سيكيريتي يخلصوا بميتين وعشرين فرنك وبالتالي وخلينا لجيناه دو عدد الموضوع وانسان يخدموا واحد ست شهر ويخرجوا اذا بواحد الشهرين وليلا عادة بغير يرجع باش ديمة تحسب جديد وزيد 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 لجيناه دو موضوع كبير المهم خليناه من هذا هذا نذهب لغولف ديال اسلي واللي فيه بزاف ديال المرافق اللي مبينهم كان واحد لصال ديال مسكيلاسيون وكان واحد الصال ديال الكروزفيت وكان البسين اللي كيحل في الصيف وكان البسين كوفير كيخدم بالشهر يعني الناس اللي كاتبغد ديالابولمون كان لغولف لغولف كان ملعب ديال كورة القادم في العشب مزيان وكان اخبركم على التامانش باش كيخدموا هادو كنت سولت عمرت الراس اخبركم باش بناديم عمر راسو بالنسبة للصال المسكيلاسيون كلشمية الدرهم لشهر كان مجهزة وليبغي ديال زائد البسين سبعمائة درهم يعني مجهزة لغولف كيلوك تخفض وليبغي ديالبسين بوحده خمسمائة وخمسائة درهم لشهر هذا البسين كوفير عنده ساعة في النهار يختار فقط من ثمانية لثلاثة العشية من ثمانية لثلاثة العشية أو من ثلاثة لثسعة يعني يكونوا لغرب مرة لسبحة الرجال وعشية لعيالات وشي مرة يقلبوا المهم مرة لديهم بروغرامة المايا ولكن اللي بغيت تابونه ماهم بالنسبة للعام يدير خمسمائة وخمسائة وخمسائة درهم ونقصو له شهرين يعني وضرب حسابك انتا كونك خمسائة وخمسائة لذلك بالعام لديك شهرين خمسائة ومن ثم النسبة للكروسفيت هذه هي رياضة التي هي جديدة ليست جديدة ظهرت في 1996 تقريبا هي رياضة تحمل كانت تفلو في المريكان لديهم تنسلوك فيها المسكيلاسون وهي هذو الحفولة وهي ضربهم فيها الكواري التي تقطع لهم التوازن فيها الكثير من تنقذ على الصنادق يعني ريدة تحمل بمتياز دخلوا بناد من اليوتيوب ولو يرى هذا الكروسفيت طريقة الخدمة بالنسبة للكروسفيت ثمان ديالو دايلون 350 درهم للشهر كان عيالات من طبيعة الحال كان رجال يعني في الوقت فاش غاد يكونوا العيالات في لاصة دي مسكيلاسيون بالنسبة للكروسفيت يكونوا فيها رجال والعكس صحيح يعني يراه مدعكشين مريقلينو أما بالنسبة للكورة القدم يكريوه تميل المارش يعني 300 درهم للحصاء 30 فرنك وكان هنا واحد لقطتين مصنف فيه ثلاثة ديال النجمات وفي المناسبة مشكورين المتتبعين للقناة ديالنا من درجة السلام والناس اللي كانت شجعنا سواء بالإعجابات سواء بالتعاليق وكان اعتذر سوف أتركوا على الرد على رد لاحقا لاحقا ليس لدينا مشغول لدي خدمة ووليدات ومشاكل سوف نحاول ما أمكن هذا الشيء الذي قدرنا على الله سوف نفعله لاحقا شراه الله من بعد الأحيان لا أجد أن تكون فيديو أنا لدي عالم الفيديو بزف زف زف ونضعهم في القناة لغالب الله ومشكرا لإخواننا درجة السلام الذين يساعدوننا بزف وبمناسبة سبحان الله من الفيديو السبب الذي قدرنا هذا الفيديو على المدينة القديمة كنا نرى فيديو على المدينة القديمة كي يشوه في المدينة القديمة كي يبنيه بوز يقول بأن أخطر الأحياء في مدينة وجداء ورقيت مخدرات وممنوعات وحبوب هلواسة والمهم يبني المشد على ظهر الصمعة المدينة ونحن فكرنا لماذا نديروه إذا كنا نكون هذه الناس بحل الفيروسات التي يحاولون يشوه ونحن نبينو الوجه الإيجابي بأن وجدارة فيها معاليم فيها ناس فيها متقافين فيها الديكادر التي تخرجوا فيها الناس الرياضيين يعني وجدارة كما نقول وجدار حضارة هي أول مدينة كانت فيها مدرسة مدرسة سيدي زيان أول ثانوية هي ثانوية أول محطة القيطار كانت هنا في وجدار أول بنك المغرب في الشارع يعني وجدارة شي حاجة والشياء يجب أن نردها الاعتبار نبينوه ونبينوه الحواج ونبينوه الأحياء القديمة ونبينوه الأحياء القديمة لا أحياء مهمة أم لا المغرب كامل ونبينوه أي مدينة طارق أحياء قديمة غيو الشهية الناس ما كاتبينوه ومشكري للأخوات ومنطبوش عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وما تنسوناش بالدعاء ديالكم وكما قلت لكم راه بلا بيكم راه ما كان يجحنا ومشكري للإخوان ديال درجة السلام كل واحد بالإسم دياله اللي كي يساعدونه بزاف 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 ومشكري أنتوا معه الثاني مرة أخرى نقول لكم شكرا وتبارك الله عليكم واللهم ارفع عنا البلاء يا رحمة الرحمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته